أزمة حقيقية تهدد الأمن الغذائي في البلاد هو ما كشف عنه أصحاب المطاحن الأهلية في عموم العراق في المؤتمر الذي عقده في العاصمة بغداد لإعلان براءتهم من ارتفاع أسعار الطحين ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن استعدادها لتوزيع السلة الغذائية الخاصة بشهر رمضان يؤكد فيه أصحاب المطاحن عن نقص كبير في الحنطة المستوردة والمحلية وما أدى إلى صعود أسعار الطحين إلى الخمسين ألف دينار للكيس الواحد أساساً عندنا نقص مليون ونص طن بهذه السنة مليون ونص طن رح يخلص منين يجيب شون رح تطي المواطن بعد الشهر الجاي وأميس رئيس الوزراء يطي بشهر رمضان حصتين بشهر واحد منين يجيبهم يطيهم تراب لو يطيهم طبعاً ما رح تتحقق مية بالمية ما رح تتحقق لا يوجد أي خزين حبوب يكفي والدولة منتظرة موسم الحصاد يعني وهس هم بصدد يعني ينتظرون الحصاد الأسعار العالمية صعدت السعر المحلي هس الحبوب أزيد من السعر المفترض اللي راح الدولة تنطيل الفلاح اللي هو خمسمائة واربعين ألف هس الأسعار فوق ستمئة ألف نزول الخطة الزراعية لمحصول الحنطة إلى النصف مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة لقلة الأمطار وشح المياه وعدم تعويض هذا النقص بزيادة كميات الاستيراد كلها أدت إلى خلو البلاد من الخزين الستراتيجي للحنطة وما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الطحين خزين ماكو خزين استراتيجي كان وينتظرون مطار السنة السنة العام مصار المطار احنا هس محافظة أربيل 53 ألف طن السالة أربيل مستلم حنطة هو حقا لازم يستلم فات 200 ألف زيان يعني ثلثة ما مستلم يا دوب لو نحصل حنطة السنة لو ما نحصل زيان الحلول وين اكو استيراد ما اكو استيراد حسب ما قالت وزارة التجارة انه تقول احنا راح نستورد 150 ألف طن زيان احنا 150 ألف طن ها شو نتسوي للمواطنين احنا يحتاجنا 450 ألف طن للحصة الواحدة نغطي هاي البطاقة التموينية فقط وتحتاج البلاد إلى أقرابة الستة ملايين طن سنويا من الحنطة لسد حاجة المواطن من الحصة التموينية ناهيك عن حاجة الأفران والمخابز لمادة الطحين وملايين الأطنان لأعلاف الحيوانات الأمر الذي يحتاجه إلى وضع خطة عاجلة لضمان الأمن الغذائي ووفقا لهذه المعطيات فإن البلاد مقبلة على أزمة حقيقية قد تصل فيها أسعار الطحين إلى معدلات خيالية لا سيما مع تأكيد أصحاب المطاحني على قلو المخازن الحكومية من الخزين الستراتيجي للحنطة لقناة الفرات أحمد الزيدي بغداد